بص أنا كنت منباهرة أصلاً بالفالدج ومنباهرة بكل حاجة حصلت يعني من أول ما إحنا بدأنا أصلاً يتقل علينا بفريق الأوليمبي يعني كنت حاساً موضوع فيه رهباء وكان بيجيلي مكالمات من مدربين مثلاً تايكوندو من نوادي تانية وبرا في الحافظات وحاجات كده بيقودوا بقى يشجعوني وانت مش عارف ايه كنت حاساً الموضوع يعني الموضوع كبري قوي فجأة بس لما روحت هناك بقى اكتشفت انه فعلاً كبير شوفت بعيني بقى مجرد التنظيم عشان تروح تعمل تشيك للبروتاكتورز قبل ما تخش الملعب تخش الملعب هيتقالك انت هتقف هنا هتقال اسمك هتحقيق جمهور كل لايتس عليك تمام حلوة قوي النظري خش بقى خش يا معلم بقى رجلي كان بيتخبط في بعض ده بجد يعني أنا كنت مصدومة أنا حتى عامر خيري كان بيقولي عمير انت سمعاني كان بيخبطلي على هيتجورد انت شايفاني ده كله لأو مره او مره يحصل كده داخل ريد كوربيت يعني بس انت داخل تلعب اصلاً كنت يعني كان هوتريت بتاعه قريدي فهم ما يفعش لعب لتي ممكن اموت انت متخيل يعني وكنت بلايه بطجة عالم اصلاً من تاي فيه هقولك على حاجة حصلت مثلاً خاخر معسكر قبل الأوليمبكس كانت المنت دي بتلعب بتمشي مع ولد بتاعي فيه ومضربين بعض ده جامد اوه موتين موتش غريبي جامعة احنا احتملين في ايه كانهم بيدعبوا على مداليا ذهب يعني مش مش طابين فكان معانا زماننا بيقولي هوادل سبعة 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 ده جامد اوه قلت لهواد ايه سماسي دول بنات قال لي بجد قلت له اه قلت له اه دي اللي معاكي دي اسمها ايه قلت له ايه قلت له اه رابي قلت لهوا بجد 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 هي لعيبة جامدة اوي بس حظها وحش يعني انا كنت متوقع ان ايه هتجيب دهب في اوليمبكس حظها وحش قوي حتى بعدها في بكين اتصابت وخسرت في موتش البرونز بالعافية يعني الكابتال عبر رجل واحدة كتري لها مكسورة قصة كده مؤسرة انا كنت بعيت عليها والله من بكين اها خسر اه الموضوع مرعب وبالذات في اثنز كانت نقطة التحول قوي في تايكوندو يعني انا لعبت الموتش ده تقريبا خسر خلص تسعة زيرو تسعة واحد حاجه كده لها مبدأين انا جيف راسي ضربتين اه مش في راسي يعني ضربتين في الراس بس هما جم هنا في كتفي يعني جم في كتفي وانا بالعب ووقعت على الارض اتحسبت كل ضربة فيهم ثلاث نقط ثلاث نقط فانت اصلا طالع من الجولة الاولى او تقريبا الجولة الثانية انت خسران اصلا فرق ستة نقطة زمان كانت في الاوليمبكس عايتها كانت ضربة في الدماغ مش فاكرة فيين ولا تريدت بس كانت اه كانت تهريج لانها مجاتش في راسي اصلا يعني مفروض ان منطقة الهيت جوارد والوش ان دي نقطة اللي بتتحزي ليه بقى عرفنا انها مجاتش في وشي لان كانت التكنولي في السلو موشن والكاميرات التطور الجمد قوي فبصد ده جينب مسلا ما حاجش بيعمل حسابه قوي في الرياضة بس هو جينب مهم قوي يعني دلوقتي الرياضة بسبب الكاميرات وتطور التكنوليجي ده خليتنا نقدر نشوف ان في حاجات احنا كأيب بشر مش بنشوفها خل الحكام بقى دلوقتي هيعمله ايه بين الجولات بين قوي ان الدربة مجاتش فيه وسو الحكام حسبوها لان هم شافوها بتوقعني على الارض كمان بس الهنا من هنا مستحيل تقدر تمعيزها بعينك مطش تامر صلاح بس في اثنس كان مع تايبي بردو وكان وتامر خسره بسبب بردو ضربة او ضربتين في الراس وهم جاين في الرياضة الفكرة ايه بقى ايه المطش ده انا فاكرا كويس قوي 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 لان انا وانا بقى لعب وكنش اخده بيلي بس في مطش تامر صلاح اللي كان هيكسب كان هيخسر كان ساعتها تايكون دو مفيش ثالث اثنين كان هيلعب طردية بتاع ثلث مواطشات كمان عشان يلعب على مداليا برونس يبقى لعب اكتر وعمل موجود اكتر من اللي جاب دهب ف فكان ساعتها الموضوع حتى موح يعني موحبت جدا لما تامر خسر فكرة كلها اللي بين الجولات بيتعاد اهم لقطة او لقطتين في المباره في الجولة يعني فلما راحوا قعدوا اللي حصل بالضبط كان لقاتي ان الضربة بتتعاد مش جاية بتتعاد من ناحية تانية مجاتش بتتعاد من ثالث كاميرا مجاتش من فوق مجاتش ودي كان اول مرة يكون فيه كاميرات اصلا اشوفها من فوق يعني في سدني مكنش فيه كاميراتي خالص مكنش فيه الاخراج اللي انت شايفه ده مكنش فيه سنو موشن بالبطء ده وانت شايف العرق بتاع العيد بيتير نقطة نقطة فالحاجه مبهرة فكانت اللي بيحصل بقى لما بيجيبوها انها مجاتش كان الجمهور بص الثقافة في اليونان الجمهور بيعد يقول لي بصوتها عالي فاحنا بقى في مصري الحاجه ما هيعمل لي مفيش حاجه في القانون بتقول ان هو ممكن يجتمعوا ويشيلوا نقطتين لازم في ساعتها لو لو بصلا اتحسبت نقطة كان زمان كده لو في حد داسك غلط او في حد كتب حاجه غلط بيرفع ايده او في حاكم ما شفش بيقول انا ما شفتش اصلا فما تاخدوش كلامي يعني من الزاوية من عندي الرجلة مش باينة جات ولا لأ بس النهاية بعد الجولة تحصل ده مش موجود في القانون ساعتها دكتور عامر خاري كان مدير الفني عمل شكوى وقال لنا انا همقضي الناس كلها عليها لان الناس كلها معترضة على الموضوع ده يعني كل الناس اعترضت لان في ناس كتير خسرت ماتشاته دي اولمبيكس وحسينا ان احنا اتحك علينا كده لو احنا هنلعب فوينل على ذهب انت متخيل احباط هتلعب طولة تين جاءت عشان تجيب برونز ولا لأ احباط فضيع يعني حاجة فعلا دمار اللي انا فكراه المتذكراه انه ساعتها فعلا نسمضت على اللي احتجاج الرسمي بتاعت مصر عدد لا بقسة به من المنتخبات وده بقى كتنقطة التحول في التايكوندو والسبب فيها عامر خير السبب انه بقى فيه فيديو ريبلاي في التايكوندو من بعد كده هو المباراة دي بتاعتها من صلاحها انا حصل لي اصابة جامدة جدا كنت في طولة العالم عندي فقر مع طولات العالم كده في 2007 واللي حصل ان انا ده كان البيك بتاعتي في الرياضي احسن وقت كنت فيه في مستوية وكان بقى عبير بقى هتجيب مدالية في بكين وعبير هتجيب بطولة العالم وعبير بقى عاملة مستوى كنت في البيك بتاعتي فعلا واتصابت قبل ماتشي بسيعة مش تدي مشكلة مشكلة اصابة جامدة قوي مشكلة التانية ان كل اللي كان في وزني يعني انا كان البولة خلاص طرعت من بلليل كنت هلا بقى ماتشي مع ايطاليا عرف البولة لحد الفاينل كل اللي كانوا معي في البولة بتاعتي كسبتهم في اخر شهرين ثلاثة مش كسبتهم بس كسبتهم معلمة عليهم جامد يعني كسبناهم ونازلة وصخة من نفسي جدا فانا لحد ما هيقبل سيمي فاينل لحد السيمي فاينل كلهم كسبتهم والسيمي فاينل ما لعبتاش قبل كده كده كوريا بس كنت في معسكر معيها من اسبوع يعني عدت بقي لي شهر ونص معي في معسكر فما كانش عندي رهبة منها اصلا وكان هيبقى ماتش ماداليا بس بس اللي هو فكرة ان انت نزل من دول 32 وكل الناس دي انت نزل بقى خلاص خدت الخبرة بقى عد عليك وقت من ساعة الاوليمبكس وبقيت دلعب بطولات وبقيت فهم بجيب تاني اول افريقيا وبجيب اول عرب وبجيب بقى فطولات دولية اول وبطولات فاوروبا كزا مرة فخلاص بقى كنت نزل واسكا من نفسي حصل ان انا عدلة الرجل السمانة حصلها فول كت قطع كامل وكان بعد ما خلصت تسخين تماما يعني المزق ده ممكن يحصل لو انت مش جاهز او ده كان تفكيري ساعتها يعني العدلة تطقتها يا اما انت عملت حركة غلط جدا وانت صعب رياضي يتمزق يعني ده لانا تعلمتوا ان الرياضي ازاي يتمزق بيبقى فهم كويس قوي يعني فتمزق ليه او عمل مجهود جامد اول كنت بسخن وخلصت تسخين خلصت تسخين وماتش خلصت مفيش ربع ساعة خلص مثلا لا بقى يبدأ كمان ربع ساعة وانا اقومتش في البطولة خلصت تسخين وراحة باخد الفوتا بمشي خطوة بعد ما خلصت التسخين اللي حصل ان رجلي العضلة بتاعت السمانة بتاعتي فرقعت حصل لها فول كت قطع كامل قطع كامل ده بقى يعني ربنا ما يهري حد خلص كنت ساعت رجلي توجاني فيقولها اتمزقت بس انا بقى لما اتمزقت فول كت عرفت يعني ايه مز مبدئين انا رجليها فرقعت الاحساس بتاعها ان كأن حد رمى عليك اقشاطك عارف بقى بكل غل في حتة في نقطة معاينة كده يعني خدت كأنك مثلا عارفت عصايت يعني كأن حد ضربك ضربة جملة جدا يعني فعلا انا حد لمسني مش مثلا احساسها كده بس الحقيقة محدش لمسني اصلا كأن احساسها ان حد ضربة جملة قوي بكل غل يعني ضربة قوي جدا وبعدين رجلات نطرت جدا يعني هيا الفكرة كلها ان القطع طبعا المسل قوي جدا بتاعتها الكابس فالله حصل بقى ان حصل القطع كامل كان طوله 13 سنتي ساعته بقى كان كنصلت كل الدكاترة بتاع البطولة كانت بص كت مأساية كترومة يعني انا دلوقتي اوان بفتكرها ممكن عاير بجد لان البين اللي انا كنت فيه وكان او ال يوم في البطولة او ال يوم في البطولة كلها واول ماتش وانا اتصبت قبله اعمل مش شريكتش عرف القاهر اللي هون تنزل عارف انت تلعب بالنهاردة بجد مش بهرى الاستعداد انا لنزل العرب بطولة المناطق بمصر انا ح gagnاتهم اللي هوا يعني مستعدية ومركزة والبطولة الحقيقية بيها τηνو مش دلوقتي بطولة الحقيقية في السيمي فايناんس يعني عارف ماشي اللي هو فعلا بطولتي النهار ده فمن ده لان انت مش قدر تتنفس عشان رجلك واجعي بجد مش قدر تتنفس لو كان حاجة كوميديا حصلت قدامي كنت بعيت لان انا مش هينفع اتحك بعيت بجدين بعيت لان انا مش قادر اتحك فبداي انا مش هقول واجعك انا عام زي بستنى رجلي تعرف بدل التايكوندو اصلا قدايه هو الحزاب فوقه بعد ايد رجلين عاملة كده انا معرفتش اقلع البنتلون يعني ما كانوش بيرفعولي البنتلون علشان يشوفوا ايه اللي حصل في رجلي معداش سمتي كانت ادخل من الهمسترنج بالامامية انت متخيل الحجم قد ايه هو المنظر لوحده قالولي ما تبصيش يعني شفتها عطايت جامد ايه هو فيه وجع جامد وفيه يعني احباط ان انا مستحيل علعب لان انا مش عارفة تنفس وعيات اصلا يعني انا اقولك على حاجة انا دمائك بتنزل من غير ما افهم في ايه تقريبا ده بادي ري اكشن ان فيه مشكلة من كتر الوجع انا مش شايفة يعني مش شايفة الناس من كتر ما انا بعايت وانا مش بعايت بس الدموع بتنزل وحده هكذا انك بقى تتصاب شهرين قبل التأهيل بتاع الاولمبيات الجاية اللي هي كانت ساعتها بكينه طبعا احباط مش طبيعي مش كده بس انت بيتقالك انت يا اما هتخف كمان هتبدأ تتحسن كمان ستة شهور او سنتين حسب بقى انت الهيستري بتاع عائلتك بهيل ازاي في حاجة معينة يعني حاجة ليها علاقة برضو بالجينات بتاعتك وكان عايز اقولك ان الاصابة بتاعتي دلوقتي بتتدرس في التايكوندو مع الورل تايكوندو في دورات المدربين ودورات التحكيم وبتتدرس في مصر برضو انا انا حضرت دورة تدريب اخذتها كان فيها اصابتي لكن هما بقى عشان عشان انا رسيك ما تتعبش يعني بيحطوا اسمه اسامة مش رحوا اندي رجل اسامة حاجة كده كبيرة والونها ازرق افو احمر وش عارف ايه سيبك بقى من كل ده اوحاش حاجة بقى في الاصابة ان التأهيل كمان شهرين فانت خلاص مفيش اوليمبيكس طيب اوكي الحد اللي يسافر مكانك ان شاء الله يقهل الميزان تايكوندو قرر طالما عبيري تصابت دلوقتي بقى مش تقدر تلعب اوليمبيكس كمان سنة بيس ده علي كلام الدكار فان انا كنت عارف انا مش عارف اوليمبيكس خلاص كان احباط فاضيع ده كان اصابت ديكات 2007 قبل شهرين من التأهيل لكن لما راحوا التأهيل يعني ماخدوش وزني اصلا في التأهيل الدولي العالمي جاسعت افريقيا قالوا طب ايه احنا شايفين ان عبير بتتحسن اهو وبدأت تبقى كويس انا خفيت عايز اقولك في ست شهور وشوية وده انجاز وعشان كده اصابة من حاجات اللي بتخلي الاصابة تدرس ان اصابة بقيرة زي دي ممكن تاخد الوقت وانا مشيت الطريقة الطبيعية والتأهيل والعاجة الطبيعي الكلام ده فاصرع شوية من كان قرار كويس ساعة الاوليمبيكس بقى تاعت لندن لقيت نفسي عندي لأ انا عايزة يلعب ثاني انا اصلا ما بطلتش انا قفشت وبطلت اروح وكانت انيه سبعا بتتكلمني وقلت لأ مستحيل وكان عندي مشكلة ما كانش انا نفس ما كنتش اواري ان دكت اقاذ ما كنتش اواري ان انا مش قادرة يشوف حاجة في التايكوندو لما اتفرجت على الاوليمبيكس بقى كان ليزم عشان التايكون رجعت لعب ثاني لعب دورة العربية ساري لعب دورة العرب البحر المتوسط 2013 وبعدها على طول حصل لي اصابه صغيرة قوي 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 دي كانت بقى النقطة الفايصل اللي فتحت اصلا من الترومة القديمة بتاعت الاصابه لان هي كانت برضه في الرجلي وفي نفس المكان فحسيت ان انا كل اللي انا عاويته عشان اخفتي من الاصابه دي جالي بالتعب بالمجهود بالسترس النفسي بان انا كنت بروح لما تحانيت بواكز ست شهور ما عنديش عضله الضحك الكلام طلوع السلم مستحيل الماشي طبعا ما بقاش فيه اي نوع من انواع الرياضه لان غير ان انا حتى مبقيت كويسة بقى عندي فوبية بس ست شهور من قصبتي او ست شهور و شوية رجعت لعب ثاني ده لو رجعنا الاصابه يعني ولعبت دورة العرب عربية واخدت فضه خفت جدا في الفاينل وانا بالعب على رجلي لان حسيت مشاد بجمد قوي فيها الكافة من اللي حم شادين نكسبت احنا عايزين لسه عايزين احنا بحاجة اهم في بطولة عالم فاكتفيت بالفضية مع ان انا قدرت العب تاني بعدها بس منتلي كل ده مراحش مكنتش فاري اواء مكنتش عارفة ان انا ممكن اشتغل على ده لوحدي مش هقولك تكلفة بس حتى الـ awareness نفسها كنت شايفة ان الموضوع صعب ان انا لوحدي كنت مهلكة عصبيا ونفسيا اشتركوا في القناة